مشاهدين دلوقتي مجز لهم وآخر الأنباء مع الدينة تفضل يدينا شكرا لك بثانت الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى مطار العاصمة التونسية لترأس وفد مصر في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد ثمانية يابتا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وآرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بالتواجد في تونس بعد أشهر قليلة من زيارته لها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين كما أشار مدبولي إلى أهمية مؤتمر تيكاد كمنصة دولية بالشراكة مع اليابان تهتم بقضايا التنمية في القارة الإفريقية هذا وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء في المطار وزير الدفاع الوطني التونسي عماد ماميش الذي أعرب عن ترحيبه وترحيب الحكومة التونسية بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى في اجتماعاته قمة تيكاد متمنية للوفد المصري كل التوفيق في أعمال القمة نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بقرية أريمون لخدمة الأهالي في محافظة كفر الشيخة وقالت مؤسسة حياة كريمة إن القافلة اتطاعت أن تخدم 2274 مواطنة ومواطنة في 15 تخصصا طبيا من أهمها الباطنة والأطفال والأنف والأذن أعلنت وزارة الدفاع الروسي أن القوات الروسية ضمرت رادار توكيه أوكرانيا لمنظومة S300 في بلدة بارينفكو كوفو وذلك بمقاطعة خاركي في شمال شرقي أوكرانيا وأكدت توزارة الدفاع الروسي القضاء على أكثر من 50 من القوات الأوكرانية في دونتسيك وتدمير أكثر من 170 موقع قيادة وتجمعا لقوات كييف وستة مستودعات للذخيرة والوقود قالت توزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الغربية تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمد الروسية رغم اتفاق الحبوب الذي فتحت روسيا بمجابه ممرات بحرية أمام تصدير الحبوب الأوكرانية وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول تصدير المنتجات الزراعية والأسمد الروسية قال الرئيس الأوكراني فلادامير زيلينيسكي أن أوكرانيا صدرت حتى الآن مليون طن من المنتجات الزراعية من موانئها على البحر الأسود بمجاب بنود اتفاق برعاية الأمم المتحدة وأوضح زيلينيسكي أنه تم إرسال 44 سفينة إلى 15 دولة فضلا عن تسليم 70 طلبا آخر للتحميل سفن وأكد الرئيس الأوكراني أن هدف كييف هو تصدير 3 ملايين طن شهريا توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن يزداد الجفاف الذي وظفته بالمدمر في القرن الإفريقي وذلك سوء أن مع موسم الأمطار الشحيحة الخامس على التوالي محذرة من كارثة إنثانية غير مسبقة وحذرت المنظمة من أن كل من كينيا والصومال تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما ومن المراجح أن تشهد موسم أمطار سيئا وقالت الناطقة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلار نوليس إن منتدى التوقعات المناخية الموسمية في منطقة القرن الإفريقي الكبرى أصدر توقعاته لموسم الأمطار من أكتوبر إلى ديسمبر مشيرة إلى أن التوقعات تظهر احتمالات مرتفعة لظروف أكثر جفافا من المتوسط في معظم أنحاء المنطقة ورياضيا حقق منتخب مصر لكرة السلة الفوز على تونس بنتيجة 67-61 في إطار أولى مباريات المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لانهائيات كأس العالم وكانت الفترة الأولى قد انتهت بتقدم مصر بنتيجة 21-13 قبل أن يعود منتخب تونس في الفترة الثانية ويتعادل بنتيجة 33-33 وفي الفترة الثالثة عاد منتخب السلة وتقدم بنتيجة 54-43 قبل أن يواصل تقدمه في الفترة الرابعة والأخيرة وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 67-61 وتضم مجموعة منتخب مصر لكرة السلة في المرحلة الثالثة كل من جنوب السودان وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون ومن المقرر أن يلتقي منتخب السلة مساء اليوم مع كاميرون ضمن إطار ثاني مباريات المرحلة الثالثة ختم موجز الثامنة فاصل عود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر موسيقى